قبل ما نتكلم عن المطش يهمنا أكتر طبعا نتطمن على فرقاتنا في قطر والسعدادات لمواجهة نهضة بركان في سوبر إفريقيا خلينا نروح لزميلنا كريم أحمد يقول لنا عنده إيه ويطمننا على تمرينة النادي الأهلي النهاردة ونرجع نبتدي كلامنا عن اليوروباليك فاضل كريم مرحب بك طبعا زميل العزيز أحمد كل التحيي لك ولكل مشاهدي وجمهور للنادي الأهلي في كل مكان استعدادات على قدم النصاق بنسبة طبعا لفريق النادي الأهلي السوبر الأفريقي هنا في قلدوحة الأهلي نرهد بركان المغربي إن شاء الله بإذن الله كل توفيل النادي الأهلي في هذه المباراة أكيد طبعا تدريبات مستمرة وجدية كبيرة جدا في تدريبات فريق النادي الأهلي ويمكن كمان النهاردة هيكون تدريب أقوى من الأمس ممكن قلت لك طبعا زميل أحمد أمس وإحنا مع بعض طبعا في المداخلة قلت ممكن تدريب الأمس يكون قوي ممكن واضح الإصرار والجدية لكن كمان النهاردة هيكون التدريب الرئيسي آه إحنا عارفين طبعا التدريب الأخير بيكون على استعد جاسم بنحمد الأستاب المباراة يوم الخميس لكن النهاردة في شغل خطتي كبير جدا سينفذ من بيتسو مسمين المدير الفني لفريق النادي الأهلي وكمان هنتطمن على العدد من اللاعبين بشكل أكبر شوية يعني النهاردة طبعا على رأسهم أيمن أشرف يعني أيمن أشرف الحقيقة للـ 48 ساعة الماضية إيه ركافري طبعا ممكن الكادمة القويقة صارت عليه بشكل كبير لكن النهاردة إن شاء الله يكون متواجد فيها التدريب بالكامل هنشوف النهاردة أيمن أشرف انطمن عليه طبيا بدنيا دهنيا الأمور معاه ماشية إزاي لكن إن شاء الله بإذن الله استقاطنا كبيرة جدا في أيمن وفي كل العيبة أنهم يكونوا محضرين نفسهم بشكل كبير إليها دي المباراة أيضا كمان النهاردة بيتسو مسميني وقراته الفنية ألا مستمرة ومحاضراته مع الجهاز الفني ومع العابي النهاردة كمان هيطبق جزء خطط أخر من التدريب ممكن كمان شوفنا أمس كان في جزء خطط كبير ممكن شوفنا تأسيما في آخر المران الراجل تكلم على الصغرات ونقاط القوة والضعف وقلنا طبعا التمركزات الخاصة باللعابين أيضا كمان إزاي هنبدأ الهجمة الضغط هيكون إمتى كل الأمور دي ممكن الراجل شرحها بشكل كبير جدا أمس لكن النهاردة كمان هيكون الجزء الأكبر والاختيار الخاص بي قال التشكيل ده أمر مهم جدا الحقيقة كل اللعيبة جهزة يعني من خلال رؤيتنا ومن خلال نظريتنا في الملعب كل اللعيبة جهزة وكل اللعيبة عندها إصرار وكل اللعيبة عايز يكون لدور في الملعب لكن مباراها كلها ظروف أكيد ظروف مختلفة البطولة أفريقية مختلفة عن السوبر هي مباراة وحيدة فمحتاجة يكون التوليفة مميزة يكون أيضا كمان القراءة الفنية مميزة جدا فإن شاء الله بإذن الله مع تدريب اليوم ومع تدريب الغد إن شاء الله يعني يستقر بيتسو مسماني بشكل كبير جدا على التشكيل اللي بأكد لك زميل أحمد أنه يكون مختلف بشكل كبير عن تشكيل مباراة سانداونز الأخيرة الأمور الحمد لله طيبة جدا لكن غدا كمان هيكون يوم شاق شوية بقى بالنسبة على بيتسو مسماني وعلى أيضا كمان فريق النادي الأهلي يمكن غدا هيكون الاجتماع الفني عشر صباحا في فندو الأقامة طبعا الخاص بها الفقاعة القبية أربعة ونصف عصرا بتوقيت الضوحة هيكون أيضا توقيت المؤتمر الصحفي بحضور بيتسو مسماني وأيضا محمد الشناوي طبعا كابتن فريق النادي الأهلي لكن يمكن أن تعرف طبعا المؤتمر هيكون في ملعب جاسم محمد يليا للتدريب بسبع مساء لكن هيعود من جديد بيتسو مسماني والشناوي إلى فندو الأقامة للمحاضرة طبعا المحاضرة لكم متوالة كعادة بيتسو مسماني اللي شرحه كل الأمور الأخيرة قبل انطلاق المران الأخير لفريق النادي الأهلي علي أن يعود من جديد النادي الأهلي والباثة بيئة الكامل إلى ملعب جاسم بن حمد الهستاء بالأدية المباراة ممكن عايز أكد بقى على نقطة مهمة جدا هو بقى جمهوري للنادي الأهلي يعني خلاص ممكن كل تذاكر تعرف طبعا تلات تلاف طرح للتذاكر وكنا بنأمل أن يكون العدد أكبر من كده شوية لجمهور النادي الأهلي وتحديدا الجالية المصرية فيها الضوحة لكن إن شاء الله بإذن الله استاد جاسم بن حمد يتزين بجمهور النادي الأهلي التذاكر نفذت بيئة الكامل وده يمكن المتوقع لجمهور النادي الأهلي لو كان أكتر من كده الأمر كان يكون مختلف بشكل كبير جدا وكنا نشوف استاك جاسم بن حمد يمتلق على آخره ليه جمهور النادي الأهلي لكن إن شاء الله بإذن الله يستمر النادي الأهلي في تركيزه جمهور النادي الأهلي عليه دور كبير جدا في هذه المباراة بنأمل إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي كعدته يكون مصدر السعادة لكل جمهور النادي الأهلي وبإذن الله زميلي أحمد نعود من الدوحة يدخل دولة بطولات النادي الأهل السوبر الأفريقي الغائب عن النادي الأهل منذ سبع سنوات لكن أكيد زميلي أحمد من خلالك ومن خلال الشاشة قناة النادي الأهل هنكون مستمرين معاكم من أن لكم كل الأخبار وكل كواليس فريق النادي الأهل لحظة بلحظة من الدوحة وإن شاء الله بإذن الله قاد يكون أفضل النادي الأهل ويوم الجمعة بإذن الله يكون يوم فرحة كبيرة جدا لكل جمهور النادي الأهل لكن في هذه اللحظات أعود إلى الستوديو زميلي أحمد سمير بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد